اشتركوا في القناة اللي خبرناكم تاريخ ثمانية مارس راح يكون المؤتمر والحمد الله طلاء صحيح وصح راح نعمل مسابقة للعلم في هذا المؤتمر راح يتم الاعلان عن ايفون وايباد واحتمال كبير بعض المنتجات اللي راح نتكلم عنها في هذه الحلقة فعطوا لايك وادعمونا بالاشتراك كذا بعدكم ما مشتركين عشان يوصلكم كل جديد في عالم ابل هذا الفيديو برعاية تطبيق ظل اللي من خلاله تقدر تبدأ محادثات مع الاشخاص اللي حوالك بدون الحاجة الى رقم هاتف بكذا راح تقدر تخفي معلوماتك وما حد يقدر يوصلك اذا حبيت تشارك معلوماتك مثل ايميل واسمك وصورتك راح تقدر تسوي هذا شيء بضغطة زر هذا التطبيق فيه ميزات مدفوعة وفيه ميزات مجانية من الميزات المدفوعة الجميلة انك تقدر تعمل فلتر للاشخاص اللي تبع تحصلهم في البحث وحتى المنطقة يعني على سبيل المثال راح اختار الرياض مثلاً وراح يطلع للاشخاص اللي موقعهم الرياض وكثير من الميزات الاخرى مثل محادثات صوتية و الى اخرى هذا التطبيق متوفر على الايفون والاندرويد كل روابط راح احطها تحت الفيديو جربوا واعطوني رايكم جوهرة المؤتمر راح تكون عن الايفون لكن ما اتوقع ان ابل تبدأ المؤتمر بالايفون علشان تخليك تتابع المنتجات الاخرى وعشان كذا اتوقع بعد ما تعلن عن ارقام المبيعات والاحصائيات راح تتكلم عن الايباد الجديد ايباد اير 5 راح يكون بنفس تصميم ايباد اير 4 مربعي شبيه بالايباد برو لكن مع تحسينات من الداخل لكن للأسف التغييرات ما راح تكون قوية ما راح يكون فيه تصميم جديد ولا شي فقط المعالج راح يتحسن وما اتوقع الاموال راح يكون احدث نسخة من معالجات الايفون 13 راح يحسنوها ويحطوها في هذا الايباد مع اضافة بعض التحسينات الخفيفة مثل السنتر ستيج للكاميرا الامامية وفي احتمال بسيط ابل تعلن عن زماعة الايرباد برو 2 المنتظرة وللأسف صح انها راح تنزل هذه السنة لكن انا اتوقع راح تتأخر وما تنزل في هذا المؤتمر لكن في احتمال بسيط وبعدها راح تتكلم عن الايفون الايفون SE3 نسخة 2022 على حسب التسريبات التغييرات راح تكون طفيفة ايضا في هذا الجهاز راح يكون التصميم القديم اللي عمره تقريبا 7 سنوات من 2014 الايفون 6 كان اول اصدار بهذا الشكل لكن هذه المرة راح يجي بنسخة الجيل الخامس ومعالج سريع جدا اتوقع معالج الايفون الجديد مع كاميرا اساسية واحدة بجودة متوسطة تقريبا مثل تصوير الايفون 12 وهم شي البطارية راح تتحسن لان العيب الرئيسي في الايفون SE2 كان البطارية فاتوقع تتحسن بثلاث ساعات تقريبا من النسخة الحالية طبعا هذا النسخة من الهاتف تعتبر من الفئة المتوسطة بسعر 400 دولار من غير الضرائب فابل تحاول تستهدف هذا الفئة من الناس للعلم هذه السنة ما راح يكون في ايفون ميني فهذا الهاتف راح يكون اصغر هاتف من صنع ابل فيمكن لهذا السبب ابل تركز عليه اكثر وتعطينا تصميم جديد لو اني ما اعتقد هالشي الالوان المتوقعة الابيض الاسود واللون الاحمر برو دكت ريد اللي ينتظر ايباد برو جديد راح ينزل السنة القادمة مش هالسنة واللي ينتظر ايباد ميني جديد ما اتوقع راح ينزل هذه السنة اطلاقا وايباد 10 راح يكون على حدود شهر 10 الى 11 اما الاعلان عن انظمة الايفون بشكل رسمي راح يكون في بداية شهر 6 واطلاقها راح يكون مع اطلاق ايفونات 14 الجديدة في شهر سبتمبر اللي يخمن المنتجات الصحيحة اللي راح تعلن عنها في هذا المؤتمر بعد 7 ايام راح يفوز بالجائزة قيمة تحت الفيديو على قناتنا الانستجرام راح تحصل بوست في المسابقة علقوا تحته بالمتجات اللي تتوقعوها اللي راح يتم الاعلان عنها في مؤتمر 8 مارس وبعدها راح نعمل سحب ونتواصل مع الفايز وعلى حسب التحليلات والاشعارات تقول انه فيه احتمال بسيط يتم الاعلان عن لابتوبات جديدة اي ماك وماك ميني لكن انا شخصيا اتوقع يا راح يتم الاعلان عنه في بداية شهر يونيو في مؤتمر المطورين او في شهره داعش في مؤتمر خاص لاجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركة ابل كل التوفيق في المسابقة روابط كلها تحت الفيديو